دربة البداية النهاردة طبعاً منتخب الرأس الأخدر فاز على موزنبيك يعني صعب المهمة على منتخب مصر حقيقي صعب المهمة تخيلوا جماعة كان دايماً في تاريخ الكرة المصرية على مقدار تاريخنا وعلى مقدار تاريخ حتى الأجالي القابلينا من ساعة ما بدأت الكور باسمه منتخب مصر بالبطولات اللي حصلنا عليها جي الوقت ان منتخب مصر بيخش في حزبة هو بعيد عنها تخيلوا كان الأول الحزبية اللي احنا بنخشها بنخشها مع منتخب غانا منتخب السنغال منتخب الكاميرون منتخب الجزائر منتخب تونس بنخش مع المنتخبات الكبيرة انتم تخيلين ان مصرنا مع منتخب الرأس الأخدر منتخب محترم وانا قلت من أول مباراة لهم فريق محترم فريق عنده الروح عنده المجتهدين لعيبة لعيبة فعلاً مركزة هي دي الكورة طول ما انت بتكتهد وطول ما انت بتتعب هتلاقي النهاردة ما شاء الله يعني عملوا مباراة يعني ولا أروع حقيقي ولا أروع حاجة ممتعة حاجة فعلاً يعني أنا شفت الهدف فيه هدف كده فاول يعني تقريباً من بعد نص الملعب ده ده صعب جداً السرعة والنشاط اللي موجود جوه الملعب بصوا الروح يا جماعة روح اللعيبة هو ده اللي احنا بنتكلم عليه ايه فرق بمنتخب مصر اللي حصل على سبعة بطولات مع احترام ما بين اللعيبة دي هل اللعيبة دي أحسن مننا؟ آه أحسن مننا أحسن مننا عشان عندهم روح أحسن مننا عشان بيخلصوا للمكان اللي هم فيه أحسن مننا إن هم بيحترموا بعض وبيحبوا بعض وكلهم كده هي دي كورة طول ما فيه روح جماعية وفيه لعب جماعي والأهم فوز المنتخب هو ده اللي بيكسب عشان كده دايماً بنقول إن الجيل ده يعني أنا برضو يعني مش غضب أنا الواحدي غضب كل الشعب المصري وكل جميل الكورة المصري بمختلف انتمائها الجيل ده فعلاً ضيع تاريخ يعني الكورة المصرية أو ضيع تاريخ على منتخب مصر الأجيال بنته وإحنا استلمناه وهما استلموه من بعدينا تخيلين يا جماعة لعيبة ومدربين وأسماء كبيرة جداً على مدار تاريخ الكورة المصرية الجيل ده خلى منتخب مصر بقى الناس بتتكلم بتشكك في منتخب مصر الجيل ده شفنا معاه اللي مش نفق ما شفناهوش حقيقي بجد هتكلم على بطولات أفريكي أوس الكاسعالم وفرحونا لما كانوا مركزين بس الجيل ده شبع الجيل ده بقى وصل لمرحلة انه مش عاقبه النقد انتو متخيلين الجيل ده مش عاقبه حد ينقده ليه ان شاء الله يعني ليه يعني هل مصرنا هل انتو يعني مبسوطين ان مصرنا مصير منتخب مصر في التقاهل مربوط في منتخب الرأس الأخدر بصراحة عاقب عليكم يعني انتو متخيلين يا جماعة الموقف اللي احنا فيه والموقف الصعب اللي انتو حطيننا فيه انا مش عاقب انتو عايزين اي تاني انتو عايزين اي تاني انتو عايزين مش عايزين الناس تشجعكم مش عايزين الناس تهيطر لما هو لما لعبتم والمبارات غيرنا اخر يعني اخر تقريبا الشوت التاني 45 دقيقة الناس كلها اتبسطت منكم الناس كلها شجعتكم الناس كلها أشادت بيكم بس كنا منتظرين الفوز انتو عمين تصعبوا المباراة اللي جاية يعني خلاص ما فياش اسم على اتنين زي ما بتقال يا تكسب يا هترجع واستحمل بقى الغضب الجماهيري استحمل على قد ما الشعب المصري هو اللي عمل النجومية هو اللي هيقدر يعني مش هافه أقولها ازاي بصراحة هو اللي هيغضب عليك وعندنا الغضب الجمهور صعب الغضب الجماهيري صعب حقيقي تقبل تقبل لو احنا زي ما بنشجعك وبنقعد نسقفلك والناس بتقعد تعملك لايك على صورك انت وانت بتلعب ويعودوا يشيدوا بيك تقبل بقى مفيش حد فوق النقدة رجالة مفيش حد فوق النقدة ما تفتكرواش نفسكو يعني من الاخر الشعب المصري او الجماهيري الكرة المصرية هي بتشجعك بلا مقابل هي بتشجعك عشان تفرحها عشان تفرحها هي واسرتها اصدقاء مع بعض او عيلا او اسرة مع بعض خارجين بتفرجوا عليك عايزين نرجعوا البيت مبسوطين هو ده المقابل بالمقابل اللي انت بتاخده منه بتاخد مجد بتاخد شهرة بتاخد بطولات بتكسب نحية مادية لو لك جماهيري الكرة المصرية انت مكنش هتبقى محمد صلاح مسلا مكنش هتبقى تريزيجيه مكنش هتبقى الشناوي انا مكنش هتبقى ابراهيم سعيد وكل الاجيال اللي موجودة حتى الجيل اللي قابل كده مكنش هيبسماء مكنش اسمه هيتذكر لحد دلوقتي الجماهير حقاها عليك حقاها انها تخضب عليك حقاها انها تزعل منك ما هو محدش هيتططب عليك الوقت دلوقتي مش تططبة انت شاركت في كام بطولة الجيل ده لعب في كام بطولة تلاتة ولا لعب اربعة لعب تلاتة وصلت مرتين نهائي وما قدرتش تكسبه ودي هي تعتبر البطولة التالتة دي البطولة الرابعة انا اسف اربع بطولات وصلت اربع مرات منهم مرتين نهائي وواحدة يعني خرجت ودي هو انت برضو ايه لسه في الموقف الصعب يعني انتوا عايزين يا ابتر من كده انت عندك فرصة والله تعدي كل الاجيال تخلي الناس دي كلها تهتف باسمك الناس دي تصنع مجد نفسك سدقني وهقولها تاني بعد ما تبطل لما تيجي تشوف رصيدك مهما عملت مع نديك وعملت انجازات هتشوف رصيدك مع المنتخب هتلاقي سفر الناس دايما ما بتفتكرش غير اللي حقق بطولة مع المنتخب وهقولها تاني ميسي ميسي يا جماعة ده يعني ميسي اللي اعظم لعيب في العالم العظم اللي اللي لها واحده طبعا افضل لعيب العالم دولة الارجنتين بجمهير الارجنتين كلها هجمت ميسي وقالول انت ما عملتناش حاجة ولا سويتن حتى البطولة اللي هي بطولة كوبا ديت ما كانوش راضين عنها تخيلوا يعني هو بالنسبة لهم كاس عالم كانوا بيعيروه بمارادونا الاسطورة قل بيعيروه بمارادونا مارادونا جاب لنا كاس عالم انت عملتن ايه انت عملت مجد لشخص عشان كده دايما باتكلم ايه المشكلة لما صلاح الناس تنقضوا والناس تخضب عليها ايه صلاح يعني مش مالو مش لعيب كرة مين اللي عمل صلاح جامهير الكرة المصرية مين اللي دعم صلاح جامهير مصر مع احترامي كان صلاح ما كانش حد متابعه في الاول غير لما تقلق وبتدت الناس تبقى معاه وبتدوا يشوفوا لعيب مصري ابتدى يشجعه اللي عمله محمد صلاح عن طريق كل جامهير الكرة المصرية بمختلف انتبقاها الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري كل كل من ينتمي للشعب المصري هو اللي عمل محمد صلاح هو اللي صنع نجومات محمد صلاح هو اللي خلى محمد صلاح يجي له اعلانات هو اللي دعم محمد صلاح هو اللي شجعه وخلىها يتقلق معه في انجلترا في ليفربول هو اللي خلى الروح ان ياخد بطولة اوروبا ياخد الدور الانجليز كل ده تشجيع من الدور من من الجمهورة المصرية ومين اللي شجعه هو في روما من اللي شجعه هو في رونتينا من اللي شجعه في تشيلسي رغم رغم ان كان في وقت في تشيلسي ما كانش بيلعب من اللي عمل ضغط من اللي شجع محمد صلاح من اللي شجع صلاح من البداية في بازل في سويسرا هي جمهورة الكرة المصرية هل صلاح زعلان ان الناس بتزعلانة منك وبتهجمك ده بالعكس ده انت يعني ده الجمهور الكورم ما سيليهم دين في رئابتك عليك ليهم دين عليك ليهم دين ان انت تجيب لهم بطولة ليهم دين ان يشوفوا شخصية محمد صلاح في الملعب هو ده الدين اللي ليك على فكرة وحقهم همش الناس دي شجعتك همش الناس دي سندتك همش الناس دي هي اللي بديتك الروح ولا خلاص بعد بقى ابتدينا نوصل للحطة اللي احنا عايزينها فخلاص لقى الجمهور مصر انا مش محتاجوا في الاول اخر في الاخر اتمنى ان اللعيبة يعني تورينا بقى لعيبة منتخب مصر انا زي اهولة تاني مش عايز اداء محادش عايز اداء والله كل جمهور الكورة المصرية ما عايز اداء اكسب بص اكسب اقولك الحاجة باي حاجة الكورة تغبط تغبط اللعيب يحطها في نفسه اكسب بس اكسب باجتهادك اكسب بروح حسس الجماهير دي ان انت بتقاتل وبتموت نفسك جوه الملعب صدقني هتلاقي الناس تلتف حواليك ويشجعوك وهم اللي هيكملوا المشور معاك بس هشجعوك ازاي هشجعوك وانت متخازل هشجعوك وانت مش بتموت نفسك جوه الملعب هشجعوك وانت عندك حالة لمبالاة مش هشجعوك طبعا هيخضبوا عليك وهيخلوك عارف بيعني تكره الكورة حقه غير موقف مصر الصعبة جماعة موقف دلوقتي فعلا الرأس الاخدر لسه زاعت يعني ده لسه جماعة لسه على الخريطة سنة اولى سنة اولى سنة اولى على الخريطة الافريقية يعني يعني الكلام ده ممكن سنغال ممكن مغرب ممكن يعني كودفور مش منتخبات كتيرة جدا بس مش مع منتخب لسه لسه جديد لسه سنة اولى لسه سنة اولى افريقيا زيما بيتقال واول زهور ليه بالشكل ده بصراح هل هنوصل لمرحلة وانا بقول لكم فريق المتخب الرأس الاخدر مش هيتهاون بالعكس ده هو حابب ان هو يبين الكفاح بتاعه ويبين قد ان هو احق بالصعود على حسابك هل هنخلي المتخب الرأس الاخدر هو اللي يخرجنا يكون سبب خروجنا ده تبقى وصمة عار على كل اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبة انت هترجع مكسور قدام الناس مهما تقلقت معنا ديك ستظل دايما يعني وصمة عار عليك لانك انت وارد ان انت معظم العمار اللي موجودة ممكن ما تبقاش موجودة البطولة اللي جاي ممكن تعتزل ممكن اللعيبة تبعد عن المنتخب وممكن اللعيبة تعتزل حتى عن المنتخب ممكن اللعيبة ما تبقاش موجودة اصلا على الصحة في الاخر هتلاقي نفسك ان انت قصرت وقصرت مع الجمهور وتحمل الغضب الجمهور بصراحة يعني اكيد طبعا كلنا منفعلين وكلنا زعلين على الحال اللي وصل ليه منتخب مصر بس دايما بنتمنى التوفيل لمنتخب مصر ونشوف فعلنا المباراة اللي جاي ان شاء الله بإذن الله يوم الاتنين حداشر راجل في الملعب مستر فيتوريا اتمنى تركز مع اللعيبة شجع اللعيبة اتمنى كل اللعيبة مفيش كابتن فرق انتو كباتن الفرق من اصغر واحد حتى اصغر واحد موجود في المنتخب انت كابتن الفرق فيش حاجة اسمها كابتن كل اللعيبة منتخب مصر كبات فيش حاجة كابتن على حد الكابتن هم هو الكابتن هو اللي بيشجع اللعيبة جو الملعب مش لازم ابقى حادة شارك كابتن يعني ركزوا عندكم فرصة ترجعوا جمهور تاني ليكم ان شاء الله وبتمنى لكم التغفير